في فقرة الانفقرا في كحبة المشاهدين أيضاً عندنا بعض التفاصيل الأخرى بخصوص قانون الضمان الاجتماعي والتفاصيل المذكورة بي رح نتعرف عليها أيضاً يقسم الضمان الاجتماعي إلى الفروع التالي أولاً المرض يتضمن إعانة المرض والولادة ومنحة الوفاة خوش فقرة النقطة الثانية التقاعد يتضمن تقاعد العجز والعطل والشيخوخة والخلف وأيضاً النقطة الأخرى إصابات العمل يتضمن إعانات إصابات العمل هذه خوش فقرات أمانة حبة المشاهدين نتمنى أن تطبق هذه من بين القانون الخاص بالضمان الاجتماعي عندنا أيضاً من يحق لهم الضمان الاجتماعي أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة أي من بلغ سن الشيخوخة أو من فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة ويجب أن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للمعاشي الضماني هذه أبرز التفاصيل بخصوص قانون الضمان الاجتماعي اللي ذكرتها أيضاً وزارة العمل واللي أكد عليها مجلس النواب وصوت عليها قبل فترة إحنا نقول أنه نتمنى يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح ومثل ما هو موجود بالجريدة مو بعدياً نقول والله بميزانية وبخلل وبعض البنود الغير موافقة عليها بعض الجهات إحنا مرد هذا الشيء اشتركوا في القناة